للنقاش عن هذه التطورات السياسية والميدانية أيضا معنا من بروكسل الكاتب والباحث السياسي عبد الحميد اليحياوي وينضم إلينا من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي عصام الملكاوي أهلا بكما ضيفي الكريمين نبدأ من الوضع الميداني ربما الذي يؤثر بشكل كبير بالطبع على المسار النقاشات بين القادة الأوروبيين سيد عصام كيف تقيم الوضع الميداني الحديث عن أن موسكو بعيدة كل البعد عن أهدافها موسكو تقول أن ما يجري الآن وفق هذه العملية العسكرية التي تصفها بالخاصة بالحقيقة يبدو أن القوات الروسية بدأت تأخذ مواقع دفاعية حول المدن نتيجة تغير الخطط الاستراتيجية بخطط تكتيكية تعتمد سياسة حصار المدن التي ترغب روسيا بتضييق الحصار وتطويقها حتى تحصل على ما يسمى بالاستسلام نتيجة الإكراه واستخدام دبلوماسية الإكراه لا يمكن أن يكون إلا بزيادة الضغط بين الناحيتين التدميرية بالقصف العشوائي على المدن أو بناحية تضييق الحصار ومنع خروج المدنيين علما بأن هناك اتفاقات بين البلدين لفتح ممرات إنسانية وكل منهما يتهم الآخر بأنه يتخذ المدنيين عبارة عن دروع بشرية لكن ما يبدو على السطح نتيجة الوضع العسكري في مسرح العمليات أو في المناطق المختلفة سواء كانت شمال شرق جنوب أوكرانيا يدل دلالة واضحة أن هناك بطء في تقدم القوات الروسية ويُعزى هذا سبب البطء إلى أكثر من عامل سواء كان العامل الأول وهو الرئيس الذي تقول عنه جميع الوكالات هو المقاومة الشرسة التي تبديها القوات الإكرانية تجاه القوات الروسية المهاجمة لكن أيضا هناك قد يكون أمور لوجستية أمور طبغرافية طبيعة عرض طبيعة الطقس طبيعة العوامل الجوية كلها لا تساعد في إدامة الزخم كما كان مخطط له وأعتقد أن كثير من العمليات العسكرية دائما يكون هناك تغيير في استراتيجية القتال أثناء سير العمليات أي أنه لا يمكن أن تكون هناك خطة واحدة لا بديل عنها لابد أن يكون هناك خطة ألف باد ويتم التداول حتى يتم الخروج من مأزق معين قد لا يكون تم حسابه قبل الوصول إلى هذه المرحلة سأعود إليك هل ما طبيعة التغييرات التي يمكن أن تتم على المستوى الاستراتيجيات العسكرية وهل يمكن أن يكون من ضمنها القيام بعملية عسكرية ورفع حدة هذه العملية العسكرية بقصف عشوائي أو الحصار الحاد سيد عصام لكن قبل ذلك سيد عبد الحميد بوريس جونسون تهم موسكو وتحدث أن موسكو تجاوزت الخطوط الحمراء دون تحديد في رأيك ما هو الخط الأحمر الذي تجاوزته موسكو وهل يدفع هذا البطء العسكري إلى فعل القيام بتجاوز أحد أو كل هذه الخطوط الحمراء أعتقد أن موسكو قد تجاوز بالفعل الخطوط الحمراء عندما دكت هذه المدن الأوكرانية وعدم إعارة الجانب الإنساني أي أهمية وهو ما جعل قادة حلف الناتو يجتمعون اليوم في بروكسل دعنا نقول برئاسة الرئيس جو بايدن الذي وصل إلى هنا والذي جمع حوله ثلاثة قمم في وقت واحد والجميع يعلم أن الرئيس بايدن هو رئيس متمرس جدا في الشأن الدبلوماسي وجمع اليوم قمة لحلف شمال الأطلسي ربما فقدنا الاتصال بالأستاذ عبد الحميد لكن هنا أعود إليك دكتور عصام تحدثت عن أن لضمان استسلام المدن نتيجة الكراه عسكريا يتم القيام بقصف عشوائي والحصار الحاد هذا لم تقم به موسكو حسب الأخبار الواردة وتحليلات العسكرية حتى هذه اللحظة هل يمكن أن يكون هذا الخيار قريب رغم كل التحذيرات هل يمكن أن يدفع البطء العسكري وعدم تحقيق الأهداف موسكو إلى القيام بهذا الخيار أم ستكون هناك ربما خطط كما أشرت بديلة قبل اتخاذ هذه الخطوة يعني يبدو وهو أمر واقع أن بداية العمليات العسكرية عندما تم دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا أن هناك في الخطط الهجومية أو في ما يسمى بالمصطح العسكري أمر العمليات أن هناك مهمة محددة لهذه القوات قد تتوزع هذه على مهام مختلفة حسب محاور الاقتراب أو المقتربات التي حددت إليها حسب المواقع المهمة أو الأهداف الحيوية وأنا أعتقد أن الأهداف الحيوية التي كانت القوات الروسية تسعى إليها أولا هو الاستيلاء على العاصمة كييف الوصول إلى إقليم دونباسك وتحرير جميع المناطق الشرقية في الإقليم سواء كانت لوغانسك أو دونتسك ومن ثم الوصول إلى جيب مولدافيا الشرقي وهو الذي تحاول روسيا أن يكون هناك ممر مائي بري إلى ذلك الجيب وللآن لم يتضح أي من هذه الأهداف قد تم الوصول إليها حقيقة سواء أن هناك ما يسمى شبه سيطرة ليست كاملة ولكنها شبه سيطرة على إقليم دونباسك حيث تم الوصول أو سيطرة على خيرسون والوصول إلى خاركيف أو ضواحية وبثم هناك حصار لكييف هذه الاستراتيجية العسكرية ووصول القوات إلى تلك المنطقة يعني أن هناك بطء في هذه العمليات التغير الاستراتيجي للخطط العملياتية على أرض الواقع لا يمكن أن يكون بالسهولة بمكان لأن طبيعة الأرض وطبيعة القتال في المناطق المبنية يختلف عن طبيعة القتال في الأرض المفتوحة أو في بسرح العمليات المفتوح لأن تغيير وتوجيه القوات أو زخم الهجوم من محور أو من مقترب إلى آخر قد يحتاج إلى هندسة قتالية مختلفة بمعنى أن براعة القادة في الانسحاب والتراجع ومن ثم التقدم إلى مواقع قد تؤثر على العدو أو القوات المقاومة سيربك القوات المهاجمة لأن القوات المدافعة لديها سلاحين فتاكين على ما هو الميم المضاد للطائرات والميم دال المضاد للدبابات وهي أسلحة حديثة تم تزويد القوات الأوكرانية بها هذا يعني أنه يمكن هذه الأسلحة أن تحيد الغطاء الجوي للروس أثناء الدخول إلى الأجواء الأوكرانية وقد يحيي أو يقلل من زخم الهجوم وسرعة الحركة أو ما يسمى بالنار والحركة بالمناورة للدبابات والآليات والعربات المدرعة نتيجة استخدام مثل هذه الأسلحة المضادة للدروع وحصل أن شاهدنا أنه تم تدمير كثير من الآليات المشكلة تقع بأن قتال القوات المدرعة في المناطق المبنية هو يعني ليس بالقرار الهيين أنا أعتقد أنه لا يحتاج إلى ما يسمى بالمستقر العقلية يعود إلينا دكتور عصام بناء قوة مهمات سيد عبد الحميد الآن هذا الوضع الميداني المربك لموسكو والتحدي على الأرض الأوكرانية كيف يمكن أن تستفيد منها الدول الأوروبية وأيضا واشنطن لتحقيق ضغط أو فتح مجال لموسكو وليبوتين لحفظ ماء وجهه على الأقل رغم هذا التخبط عسكريا إن كان بالفعل يوافق الواقع في الحقيقة هنا في بروكسل حيث كنت وأشرت قبل قليل إلى ثلاثة قمم تنعقد في وقت واحد الهدف منها هي الضغط والمزيد من الضغط على الرئيس بوتين وإلامه أكثر فأكثر حتى يأتي إلى طاولة المفاوضات الاتحاد الأوروبي وكذلك الناتو وكذلك دول المجموعة السابع هنا تزيد وتضاعف من العقوبات التي من الواضح أنها قد آلمت جدا الاقتصاد الروسي ونحن اليوم شاهدنا بعض المسؤولين الروس الذين استقالوا أو يحاولون الاستقالة من حوالي الرئيس بوتين أعتقد أن حزمة العقوبات الجديدة التي جاءت بها الرئيس بايدن والموجهة إلى الأوليغارشي الروسية وخاصة موجهة إلى ثلاثمائة أعضاء من مجلس نواب الدومة الروسي فضلا عن أن الولايات المتحدة جاءت بعرض تقديم الغاز جانب من الغاز الطبيعي الذي تحتاجه دول الاتحاد الأوروبي في حال ما إذا موسكو قد قطعت حنفية الغاز على دول الاتحاد الأوروبي أعتقد أن كل هذا ضغط كبير فضلا عن الضغط عن بيين لكي لا تساعد روسيا في هذا الصراع مع دول الحلف شمال الأطلسي أعتقد هذا ما يقال هنا في بروكسل وما يقال من ناحية أخرى أن المفاوضات السرية بدأت الآن على أشدها ففي الوقت الذي تصاعد فيه العمليات على الأرض بدأت المفاوضات وتذكر بعض المصادر الدبلوماسية في عاصمة الاتحاد الأوروبي أن هذه المفاوضات قد قطعت شوء طيب دكتور عصام في رأيك هل ما الذي يمكن أن يشكل لبوتين هدف عسكري أو نصر عسكري وإن كان محدودا يحفظ وجه موسكو في ظل هذا التهديد العسكري على أوكرانيا ويمثل مخرج على الأقل في حال كما أشار سيد عبد الحميد أن هناك في الكواليس تجري محادثات جادة عادة في مثل هذا النوع من الحروب عندما تصل القوات إلى نوع من الردع المتبادل أي أن الخسائر متساوية أو في الدفاع ضد الهجوم يعني في نوع من التكافؤ نجد أن المعارك تشتد حتى يتم تهي الطاولة المفاوضات على شروط قد تبدو بدايتها سقفها عال جدا ولكن أنا أقول أن بوتين عندما دخل وأعلن الحرب في 24 شباط الماضي هو حدد أمور عديدة أو خمسة أمور قال فيها وخاطب فيها العالم وخاطب الشعب الروسي بأن التهديد الوجودي لروسيا الاتحادية من قبل التهديدات الغربية بقيادة الولايات المتحدة واعتمادها على أوكرانيا قاعدة متقدمة في الخاصرة الغربية لروسيا يشكل تهديدا أمنيا وجوديا للاتحاد الروسي وبالتالي هو قال لماذا لا نكون فيما يسمى الأمن المتكافئ الذي لا يتجزأ بمعنى أن الأمن المطلق لدولة ما هو انتقاص من أمن مطلق لدولة أخرى والأمن المتكافئ هنا يعني أنه الأمن الذي يتوزع على الجميع بحيث لا يمس بسيادة وكينونة دولة عن أخرى حتى نصل إلى ما يسمى طاولة المفاوضات كان لابد من الوصول إلى أقصى درجات التصعيد العسكري حتى يتم قبول الأطراف المتنازعة للجلوس على طاولة المفاوضات وحتى نعطيهم حبل النجاة أو سلة من نزول عن الشجرة لابد أن نقول لهم أن هناك ما يسمى بالعلوم أو بالمصطرح السياسي الذي هو الوين وين جيم أي أن يشعر كل طرف بأنه رابح وحتى يشعر كل طرف بأنه رابح لابد أن نقدم لهم الخيارات التي يمكن أن يوافقوا عليها وهذا أيضا بعلم الاستراتيجية يسمى استراتيجية التقارب أو الاستراتيجية المتقاربة وهي التي تعني أيضا بأنها المسافة الفاصلة ما بين أقصى طموح يطلبه أحد الأطراف وما بين أقل خسائر التي يمكن أن يقبل بها وكلما ضاقت المسافة بين أقصى ما يطلب وإلى أقل ما يمكن أن يتنازل عن هذه المسافة هي مسافة استراتيجية التقارب كل ما حاولنا أن نضيق هذه المسافة عند كل طرف أعتقد أننا سنصل في النهاية إلى ما يسمى الوين وين جيم وأعتقد أن بوتر قد يصل في النهاية إلى الموافق أو أن تقبل أوكرانيا والغرب بسيطرته على إقليم دون باسك وبالتالي الموافقة على احتلال جزيرة القلم التي قام بها سنة 2014 عصام الملكاوي الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا من عمان والشكر أيضا لضيفنا من بروكسل الذي كنا نود أن نستمع له أكثر الكاتب الباحث السياسي عبد الحميد اليحياوي شكرا جزيلا لكم